أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غثى نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للأسرا فذكره النفعة الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها لا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمْ مِلْقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْ أَنْقُصْ مِنْهُ خَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهُ وَرَدِّيْهِ قُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ يَاشَدُّ وَطْوَى وَأَقْوَى مُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرَضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا رُسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا رُسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا أستغفر الله إن الله غفور رحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة أفلا ينظبون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غثى نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للأسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها لا يحيا قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى لا يموت فيها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى موسى 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 إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثا من الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا وأستغفر الله إن الله غفور رحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا بسكم الضرو فإليه تجارون ثم إذا كشف الضراكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفسرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم أتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ماتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار أول فسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إما لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطن يذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله ائتنا بعذاب الله إن كنتين الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امراتك إلا امراتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين عادوا ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعوالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقبر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا عاملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله مع تحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعامهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زيد للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله يا تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو جاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعاقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماعة ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني ما كن من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكروا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لعوا الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما آجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعوفوا بعهد الله إذا عادتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة من كاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر نمثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزين الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لتنذر قوما ماتاهم من نذير من قبلك ماتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إما لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا وعذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعبدون أفمن كانوا منك من كان فاسقا لا يستعون لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوال زلا بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا أما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا أما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العاكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العاكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمنوا به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولم يكفيهم أنا أنزل عليك الكتاب يطلع عليهم أنا أنزل عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا على ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب لتنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائها واجعلنا هودا لبني إسرائيل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبوه وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم يلقون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجلز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم عفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فعارض عنهم وانتظر إنهم متظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم أمن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعمدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن أجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا بسكم الضرو فإليه تجارون ثم إذا كشف الطرعاكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفسرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أتوارى من القوم من سوء ما بشرى به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن واخترهم إلى أجل مسمى فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون